إنه أسبوع الجنون بكل معنى الكلمة جنون بأسعار المحروقات والخبز والدولار جنون في الشارع وجنون في أرويقة قصر الجمهورية المنهارة وسط كل هذا الجنون حفلة إسفاف سياسي أقامها رئيس الجمهورية ميشيل عون على شرف الصهر الطامح لتولي خلافة الانهيار بعده الحفلة دعي إليها كل الأقطاب السياسية فلب بعضهم الدعوة وغاب الأخرون لحجج مختلفة في البداية كيف يدعو ميشيل عون إلى طاولة حوار وهو عاجز عن تفعيل آخر حكومة في عهده كيف له أن يتلهى في حوارات عقيمة وهو الحاكم المحكوم على أمره ثم كيف لرئيس جمهورية سمى نفسه قوي أن يجمع الأحزاب كلها وهو لا يقدر على أن يجمع وزراءه حول طاولة الحكومة على أي حال يصر عون على دعوته للحوار لكن إذا سألنا في المضمون حول ماذا سيتحاورون في الشكل يضع عون وفريقه مسألة تعطيل الحكومة في سلم الأولويات ويركز على ضرورة التفاوض للوصول إلى مخرج يجمع الحكومة لكن وبحسب مصادر صوت بيروت انترناشنل فإن زوار بعبداليوم لم يبدو استعدادا جديا لحل الأزمة طالما أن قضية تحقيق مرفأ بيروت لم تحل بعد ما يعني إصرار الثناء الشيعي وتيار المردى على موقفهم يا العديل يا البلد لكن وراء الدعوة للحوار ما خفي أعظم ففريق بعبد يسعى لرمي المسئولية عن عون بحجة أن الرئيس حاول مرارا ولم ينجح أو بلغة مخلوه على كل حال أيها السادة ارحموا الشعب من إنجازاتكم الوهمية وافهموا أنكم أنتم المشكلة بذاتها فلا الشجار ينفعكم ولا حتى حوار الطرشان شكرا للمشاهدة